للمزيد تنضم إلينا من القاهرة إيناس حمدان مدير المكتب الإعلامي بالأنروا في قطاع غزة بعد تحية السيدتي وكالة الأنروا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية برأيك كيف يمكن أن يكون هناك صادة لهذه الدعوة في ظل ارتكاب الاحتلال لقرائم الحرب المستمرة بحق الفلسطينية في قطاع غزة طبعا أهلا بك يعني الأنروا منذ بدء الحرب على قطاع غزة وهي تجدد مطالبتها بوقف إطلاق النار من أجل سهولة تقديم الخدمات الغاتية والإنسانية للنازحين والسكان هناك يعني حتى هذه اللحظة بالرغم من صعوبة الظروف على كل من السكان والموظفين والعملين في المجال الإنساني طواقم وفرق الأنر ولا تزال مستمرة في تقديم مثلا على خدمات الصحية داخل مركزها الصحية التي لا تزال تعمل داخل هذه المركز الصحية لا تزال الطواقم الصحية تقدم الأدوية اللازمة للنازحين واللاجئين بالمناسبة نحن الآن نقدم جميع هذه الخدمات ليس فقط لللاجئين ولكن لكافة سكان قطاع غزة نظرا لأظروف الصعبة نحن مستمرون أيضا بتقديم لقاحات الأطفال للأطفال في قطاع غزة أيضا طواقم الأنر ولا تزال تقدم مساعدات غذائية الطحين والطرود الغذائية حتى هذه اللحظة سلمنا الطحين لأكثر من 360 ألف عائلة داخل مناطق متعددة في قطاع غزة هناك أكثر من 9000 استشارة طبية قامت طواقمنا بتقديمها للسكان لدينا داخل مراكز اليواء أيضا أكثر من 150 نقطة طبية متنقلة هذه تقوم بتقديم خدمات صحية ضرورية للنازحين أيضا والأهم من ذلك لازمنا نقدم المأوى لأكثر من مليون نازح داخل مراكز اليواء المنتشرة لدينا في قطاع غزة يعني المساعدات الإنسانية والإغاثية هي شريعين حيالي لكن برغم كل هذا سيدة إيناسي برغم هذه المساعدات التي تقدم من الرواه هناك أيضا انتهاكات مستمرة يعني جيش الاحتلال أكبر كما تعلمين عدد كبير من النازحين الذين تأويهم بعض المدارس في قطاع غزة إلى الخروج ومغادرة هذه المدارس أيضا وحتى أنها تستهدف مدارس تضم هؤلاء النازحين في أكثر من المكان مثلا في محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس فكيف يمكن توصيف هذا يعني الاحتلال وأنت تتحدثين عن المساعدات لكنه لا يأبى بحتى من لداءات من أنطوني جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بواقف مثل هكذا جرائم يعني هذا الشيء يعني أكيد غير مقبول ومرفوض يعني نحن نقدم مساعدات إنسانية هذه منشآت تابعة للأمم المتحدة ترفع العالم الأزرع من المفترض أن يتم حمايتها حسب القوانين الدولية ولكن كما ذكرت يعني وحسب الواقع الذي نشاهده ما يحدث هو العكس ذلك في بعض الأحيان يعني أنت ذكرت تضرر عدد من منشآت الأنور وبالفعل هناك أكثر من 200 يمكن 200 حسب آخر تقريب 290 منشآة بالفعل تضرر تيما بشكل مباشر يعني إذن هناك أعلام الأنور متواجدة في هذه المقارات وفي هذه المدارس ويراها الاحتلال أيضا هناك أحداثيات بين هذه الأماكن يعني تدعى الأمم المتحدة لكن يبدو أن هناك تعمدا باستدافة هذه المقارات وهذه الأماكن يعني هذا يعني واقع مؤلم للأسف